اسمحلي أن أنا أرحب بك أهلاً وسهلاً وسعيد بلقائك في مصر وبشكرك على هذه الزيارة واسمحولي أن أنا أسجل كل التقدير والاحترام لشخصكم وأقول أن فخامة الرئيس لولا دي سيلفا شخصية عظيمة جداً جداً ويمكن إحنا أثناء حدثنا في الداخل تحدثت على أن خلال حكم دولة البرازيل لأكتر من 120 سنة لم يحقق أن الشعب البرازيلي يختار لولاية تلتة غير فخامة الرئيس وده يعكس قد إيه الشخصية شخصية فخامة الرئيس كانت شخصية ملهمة ومقدرة ولها مكانة دولية عظيمة لدى الشعب البرازيلي ولدى العالم كله وأنا بشكر فخامة الرئيس أيضاً على المباحثات الصنائية وبنسبة مرور 100 سنة هذه الزيارة على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وبين مصر وبشكره أيضاً على الإرادة الحقيقية التي عكستها المباحثات التي تمت بنا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وده أثناء المباحثات الصنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية الاقتصادية ثقافية الصناعية الزراعية وده أمر يمكن حيكون خلال زيارة إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهتلي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي حيعقد هناك وحتبق فيه زيار الدولة خلال هذا المؤتمر أيضاً إن احنا اتفقنا على إن يتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات موضوعات التعاون والأهداف اللي حيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة المشتركة للبلدين